وبالنسبة الشيخ صالح للإستشفاء بالقرآن الكريم ورد على صيغة معينة الاستشفاء بالقرآن كما عرفت أنه يكون بالرقية والنفذ نعم القراءة والنفذ نعم أو بالكتابة أو بالكتابة على شيء طاهر بالزعفران ونحوه ثم يغسل ويشرب أو حتى عند بعض العلماء بكتابة القرآن وتعليقه على الشخص ليكون رقياه سبباً للشفاء من المرض نعم